إحنا رح نشوف تقرير هذا التقرير مشاهدينا يتحدث عن علاقة حب وسلام من البتراء حتى الإهرامات فمصر بعيون أردنية من خلال هذا التقرير مساء الخير مشاهدينا من استوديوهات التلفزيون الأردني مساء الخير لكل الوطن العربي عبر برنامج بيت للكل طبعا عطفا عما تحدثنا به داخل الاستوديو اليوم من استوديوهات التلفزيون الأردني سنسلط الضوء على العلاقات الأردنية المصرية وهي العلاقة التي تقدم كنموذج للعلاقات العربية العربية المتميزة الناجحة هذا لم يأتي من فراغ إنما جاء من إرادة القيادتين للدولتين وأيضا هناك تعاون على كافة المستويات شهدت نجاحا كبيرا سواء كانت على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الثقافي وغيرها العلاقات الأردنية المصرية سنتحدث حول هذا الموضوع فاسمحونا نرحب من استوديوهات التلفزيون الأردني بسعادة النائب الدكتور هايل الودعان أهلا وسهلا فيك هذه العلاقة علاقة مميزة لم تأتي من فراغ أولا هناك جهود كبيرة جدا لجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي إرادة قوية جدا وهناك أيضا محبة ما بين الشعبين على كافة المستويات ما هي أوجه النجاح في تلك العلاقة شكرا حقيقة زي ما اتفضلت بلا شك أن العلاقات الأردنية المصرية تكتسب أهمية خاصة وهذا حقيقة نظرا للعلاقة الأخوية المميزة التي تربط بين قيادة البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني بأخي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبالتالي هذا إنما هو ترجمة حقيقة للعلاقات التاريخية الأخوية المميزة الراسخة والمتدرة التي تجمع بين البلدين الشقيقين بما فيه حقيقة مصلحة البلدين ومصلحة الشعبين ولربما زي ما اتفضلت فيه كثير هناك أفاق ومجالات حقيقة تلتقي فيها لعل أقول تعزز من هذه العلاقة وتعمل على تطويرها إن كان في المجالات السياسية إن كان في المجالات الاقتصادية الاستثمارية والثقافية والتعليمية وما إلى ذلك ونعرف حقيقة أن الأردن الآن حقيقة دائما في مصر تكاد أقول أن أكثر ما يمزل الآن العلاقات الثنائية اللي دعيني أقول اللي هي لربما تكون متكررة ما بين قيادة البلدين لا بل على صعيد الوفود المتبادلة ما بين في كافة القطاعات عدرا للمقاطعة دكتور العلاقة تأسست منذ استقلال الدولة الأردنية في عام الستة واربين الستة واربين صحيح لكن نود أن نركز ما بعد ثورة يونيو صحيح ما هو السر في هذه العلاقة التي أصبحت بارزة في كافة المستويات نعم بالضرورة وبعدين ثم أنه الآن هي أصبات حقيقة هي علاقة نموذج العلاقات العربية العربية الناجحة والمميزة كما أسلفت حقيقة في حديثك وهذا حقيقة له دور كبير فيما يخص هذا الجانب بدون أن ننسى حقيقة قنوات التنصيق والتشاور لما بين الأردن ومصر خصوصا في المجالات السياسية دعيني أقول وأن هناك حقيقة تقارب دعيني أقول في وجهات النظر حيال قضايا وملفات عربية وإقليمية ودولية على أن يقول قد تصل حد التطابق بهذين وكنا نتحدث عن ملف القضية الفلسطينية نتحدث عن ملف الإرهاب عن العلاقات العربية العربية والحرص القيادتين على تصفية الخلافات العربية وتنقيتها والعمل العربي المشترك وحل الأزمات والقضايا العربية في إطار البيت العربي وهذه أيضا أنا باعتقادي قضية مهمة جدا ونحن نعرف بالنسبة للقضية الفلسطينية لا شك أنه هناك تقارب كبير وكبير جدا فيما يخص هذا الملف في كل قابل ما بين الرئيسين في هذا المختلف في هناك حقيقة والبتالي القيادة البلدين تلتق حقيقة فيما يخص ملف القضية الفلسطينية على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 1967 وتأكيده حقيقة على الوصاياة الهاشمية على القدس والأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ودور الوصاياة حقيقة في الحفاظ على القدس والمقدسات وحوويتها ومعلمها دكتوري الآن ما جعل هذه العلاقة تكون متجدرة بشكل أكبر جدا وما عززها هو موقف الأردن ما بعد وأثناء ثورة 30 يونيو موقف القيادة والشعب الأردني اتجاه هذه الثورة نحكي في هذا الموضوع وكيف نظر الأردن لهذه الثورة هو بلا شك الأردن ترى في حقيقة رحب في هذه الثورة هذا شيء معلوف وبالتالي وهذا عكسة حقيقة العلاقات التي أنا حكيت عنها والاهتمام قيادة البداية في تعزيز هذه العلاقات ما بينهما وأنا زي ما أسلفت أن حقيقة العلاقات في حرص حقيقة كثيرة دائما ما فيه تنسيق وتشاور أردني مصري حيال الملفات والقضايا خليل يقول لتشادها المنطقة لا بل ولا نظير وربما أدعيني أقول الآن الدور اللي بتلعب الدبلوماسية في كلا البلدين حقيقة إنعكاسا للدور المحوري لهم في المنطقة في مواجهة التحديات والأخطار لتواجه المنطقة وتواجه الدول العربية التحديدة سعادة النائب السابق الدكتور هايل ودعان الإدعجة المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية أهلا وسهلا فيك في برنامج بيت لالكل شكرا شكرا شكرا